باك تو سكول بي حلقة جديدة مع دكتور سكارلي طعمي الصراف طعمي أهلا سهلا بيك أهلا بيك حضرتك دكتور بي العلم تربوية على فكرة نحن ما بعرف إذا سمعت الميزيك تبع البومبر نحن حطين هيك ميزيك فرحة لحتى تعطي فكرة أنه باك تو سكول ما أنه دراما لأنه مش معقولة عند كل السيدات والولادة الولاد تحصيل حاصل أنه في ديسيبلين وفي انضباط وفي كل هالأمور والدرس بعض الظهر هذا الشي بيزعجل بس عند الإمات هالدراما لازم نخففها بفتكر أكيد وبالمناسبة اختيارك للموضوع الراني العقاب المدرسة هو لنخفف الدراما بعكس ما العنوان تبعه بيقول صحيح صراحة إن كان هلأ على دخلة المدارس أو على السترس طبع الأهل الولد هو اللي عم يتلقى كل هالدراما مثل ما أنت وصفتها وهي بتأذيه وبتأسي مسيرته المدرسية عم يتلقى السترس عم يتلقى أنه عم برجع يبلش أنه يكون منضبط من أول وجديد وكمانا دروس جديدة وكمانا فروض مسائية جديدة وفوق هذا وكله ببعض الأحيان في العقاب المدرسة خلينا نحكي عن ضرورة العقاب لازم نقصص هالولاد أو ما لازم أبدا شو الطريقة المسللة حتى نخليهم يحصوا بأنه فيه سلطة في حتود بمحل معين وأنه لازم يكونوا ماشيين على الوقت وعلى النظام خلينا نوضح بداية وقتنا نقول العقاب المدرسي باللغة العربية فيه اسم العقاب ولكن بالفرنسي صار فيه اسمين كالتربويين نحن نرفض كلمة يعني العقاب المدرسي لإلو طابع سلبي ومنشجع إذا بدك منشجع وقته فيه ضرورة نقبل بما يسمى يعني العقاب المدرسي لعنده طابع إيجابي الفرق بينهم أن العقاب المدرسي السلبي بيأزي الولد بيأزيه نفسيا جسديا معرفيا اجتماعيا بيأزيه من كل النواحي أما العقاب المدرسي الجيد أو الإيجابي هو اللي بيهدف على السلوك اللي قام فيه الولد واللي هو سلوك غير مرغوب به وليس على الولد كولد يعني لحنا وقته بدنا نجي نعائب شي لحنا عم نعائب سلوك قام فيه الولد منه مناسب نعم خلينا سريعا نمره على البنيسيون اللي هي العقاب السلبي أو المضر أو المؤذي للولد يعني عم نحكي عن شو تحديدا مثلا عنا العقاب اللفظي يعني لحنا وقته منقول للولاد أنت مقتصوى أو أنت منك نافع للشي عنا العقاب الجسدي لهو الضرب بعضه؟ هو ممنوع ولكن خلينا ما كتير نحط إصبعنا هيك قدام المشاهدين عم نحكي تحديدا بالمدارس حتى مع بعض الأهل اللي بيلجأوا أوقات للضرب لا يحسنوا سلوك معين عند ابنون عنا أيضا العقاب النفسي يعني وقته أنت بتحجمي للولد بتقولي له روح وقف بإخر الصف وخليك وقف ساعة هذا نفسي لأنه كتير بيأزيلوا نفسيته المهم بكل هيدول الروتنية دكتور يلي بيزربون بعض المدرسة أو بيخلون على الفرصة أو بحرمون من الأكل أو بحرمون من العلمة خلينا نوضح للمشاهدين عن طريق مسأل صغير الولد إجا على المدرسة منه عمل الفرد طبعا ممنوع أنا أتركه بالفرصة تيعمل الفرد لأن الفرصة هي مدة 20 إلى 30 دقيقة لهي حاجة له تيتنفس تيقوم تيتحرك تيكل تيفوت على الحمام لك أنا كل شي فيني أعمله ولا بدي أقل له إذا جيت قلت له تكتب على الدفتر خمسين مرة لازم إجي على المدرسة عامل الفرد كمان هيدا ما بينفعل الشي هيدا عقاب سيئ كيف نقدر نحسس الولد أنه هو لازم يجي على المدرسة ويتحمل مسؤولية ويجي عامل فرد بقدر أنا وبالصف حطه على جنب مدة 10 دقايق يقل له فكر بالإجزرسيس اللي كان مطلوب منك تعمله ونرجع نصلحه مع الصف كله أو أرجع أطلب من تلميذ عامل الفرد يفسر له هون بكون ما طلعت الولد من البيئة اللي هو قاعد فيها بقلب الصف ما زويته ما حتيته لحاله ما عرضته بقلب الفرصة لكتير أوقات يه ليش أنت قاعد هون ما نازل على الفرصة بتأذي ولا بعدته على البيت مثلا أكل كفين لأنه منه عامل الفرد أنا جيت عدلت بالسلوك طبعه بطريقة تربوية فرجعته يمكن أنه هون أهمية الفرد وأنه إذا ما قدرت تشتغل هالفرد بعض الظهر معناته عم بتأفي أمور وما عم بتلحقنا بالصف على كل حال هالعشر دقايق اللي بينحط فيه الولد كمان يمكن بيكون ببعض الأحيان عم بيأفي يعني درس شي من الدرس بس بيضل بقلب الصف مجال أنا كأستاذ ولا خليه على جنب لأنه عنا دروس بدنا نتعلمها جديد أو فصل بدنا نتعلمه جديد وما بدي أعمل كلها يعني العقاب حتى ولو كان إيجابة أو سلبة طبعا لا شو الحال أو كيف بدي أقدر وصل رسالة لها الولاد وفسر له أنه نحنا عم نعطي الفرد لألك لحتى تفهم أكتر لحتى تترسخ المعلومات عندك وأنه بعدم شغلك للفرد عم بتكون عم بتدر نفسك مش عم بتدر نفسك ما يسمى العقاب المدرسي الإيجابي هل تتعليق على الصف هلأ لا ما يسمى بالعقاب المدرسي الإيجابي يعني مرتبطة بمفهومين تربويين كتير مهمين أول شي مفهوم النظام المدرسي ومفهوم التاني تحمل المسئولية يعني بدو يعرف الولاد أنه وقته هو بيكون بقلب المدرسة في نظام معين بقلب المدرسة بدو يحترمو بدو يفهم الولاد أنه بقلب الصف فيه نظام صفي دونك هيدول أنا تأتفادة أني أقع بالعقاب السيء مفروض بداية ببداية العام الدراسي كون نفسرت له إيهن كون نحطت له إيهن قدامه نكون متنقشين سوى عاملين نقاش عليهم بقلب الصف مثل ما وقته بيروح على البيت كمين فيه نظام بالبيت مثلا رح أرجع أعطي نفس الإكزامبل لأنه هو أكتر شيء هلأ الإكزامبل اللي بي يعني اللي الأهل إيه بيصوبوا عليه وأنا ويكي حصة حالي أنا كمين جعت على المدرسة أنا بس بس حلوه هالشعور أنا فكرة نحن حالنا صغار مهم وقته بالبيت مفروض نقوله للولاد نتفق لحنا ويه ساعة أربعة ساعة أربعة ونوص إذا إذا عندك هي الأكتيفيتة بدك تعمل فيها بدك تشوف تليفزيون بدك تعود على الآيب بدك تروح تشوف أصحابك أنا ما عندي مشكلة بس بدنا نعمل فروضنا قبل يعني نخليه حس الولاد بمسؤوليته وبأولويات بحياته وهي شغلة كتير مهمة وأوقات الأهل ما بينتبه وبقدرته على اتخاذ قرار معين بقدرته على اتخاذ قرار معين طبعا بقدرته على تحمل المسؤولية لأنه في شيء بالحياة اسمه مثل ما عندك حقوق ووجبات يعني لدروائي لدفوار ولا ممكن تكوني ولا بمحل اجتماعي مدرسة بيت سوبر ماركت كله عنده نظام معين مفروض الالتزام فيه نعم هلأ بقلب المدرسة أي مثل الولد بيصير أنا خليني استعملها بين هللين اربحوا أكتر وقتا بكون مفسرت له هالأمور قبل ومتفقين علي شايفين شو دوري أنا كمعلمة شو هي ويش بيتي وشو هي ويش بيته شو حقوق وشو حقوق هون بكون صدقيني العقاب المدرسة زود طابع السلبي بخف أكتر العقاب المدرسية اللي بيطلب من ولد عمل إضافة خلينا نقول محفظ شعر استظهار محفظ يعني درس أو قاعدة معينة هل من المفيد بأنه ينعطى هالولد عمل شوي أكتر لحتى يمرن له ذاكرته شوي أكتر وهذا بيكون الهدف إجمالا منها الأمور هيدا بين المسئولية والذاكرة هون شكرا للأجزامبل اللي اعطي تيراني لأنه كثير كثير أساسي وكثير بيخليني وصل الفكرة للمشاهدين إذا الولد جاي مش حافظ الدرس اللي هو الشعر ما في مشكلة أبدا ارجع أعطيها هتا يجع يحفظها وهون بيكون أنا عم صوب على أهدافي اللي هو أنه ينمي ذاكرته وإلى ما هنالك من معارف بيتطلبها الشعر ولكن إذا أنا كان السلوك اللي قام فيه الولد ما قالوا علاقة بالشعر أو ما قالوا علاقة بالإملاء أو ما قالوا علاقة بدرس اللكتور مش مفروض أبدا روح على كتاب القراءة أو على كتاب الماط وأعتبره وسيلة للعقاب بالوقت اللي هو وسيلة للمعرفة يعني ممنوع ممنوع ما فيني أجي لأنه عم يحكي معرفيه تكتب درس اللكتور تلت مرات عم يحكي معرفيه أو عمل مشكلة ديسيبلين اندباط بالصف ما قالوا علاقة أكاديميا بأي درس من الدروس ولا أي فرض هون شو بدأ يكون العقاب حتى يقدر يفهم أول شي من نبهه يعني بالتسلسل أول شي من نبهه ومن نبهه بالاسم مش من أولى بشكل جماعي بقلب الصف ما حدا يعرف مين عم يتلقى هالملاحظة نرجع من عيدة للتنبيه منرجع فينا نعرض المشكلة قدام كل الصف هل بتعتبره تصرف فلين هو تصرف سليم هل هو تصرف بناسب القواعد اللي حطيناها اللي احنا بصفنا لأنه أنت دايما بتعرفي بقلب الصف في قواعد تنحط بالصف هاي القواعد مفروض تكون محطوطة باتفاق ديمقراطي خليني أقول ما بين الأستاذ والتلميس منرجع من رده لما يسمى ججمان يعني بخلي الآخر يلاحظ عنده أنه هيدا تصرف غير مقبول وصير هو كمان عم ينتبه وفينا يشوفوا أنا دقيقتين بوقت فراغ معين فسر له الأمور على رواء وأوقات بيكون المشكلة منها مشكلة بسيطة بتكون مشكلة أوقات أعمى منه نحن نفكر ممكن أطلب الأهل على المدرسة نتناقش شوف شو عم بيصير معه بالبيت وليش عم يتصرف خلينا نقول أنه هالطريقة بالذات هي طريقة لا تخطئ أبدا من وراء خبرتي بي هالموضوع أو من وراء خبرتي ومن وراء خبرتي حضرتك وهالعلم كله هالطريقة يلي لما مناخد الولاد على جنب منحكي معه عن خلال الفرصة أو أي وقت فراغ هيدا الحال لا يخطئ أبدا لأنه كتير الطلاب عندهم أشياء يقولوا ونحن لازم نسمعهم قبل ما نقولهم خلينا نأخذ الاتصال ألو لا يخطئ ما فينا أخذ هالاتصال إذا كان التليفزيون هالأدعالة بدأ أطلب أن يتوتى صوت التليفزيون خلينا نحكي شوي عن القانون والنظام وإذا بنا نقول قرارات قانونية من وزارة التربية قدى اليوم بنسمح بالعقاب وين ممكن يتحيص بالأستاذ للمستمعين الكرام لازم يعرفوا أنه النظام الداخلي للسنويات الرسمية صدر أرار من وزارة التربية أرار رقم أنا مبرحة نبشت عليهم بالأرقام أرار رقم 495 بالفقرة 4 من الفصل 16 من المادة 46 كل عقاب جسدي مهما كان نوعه وكل تأديب تأباه التربية والكرام الشخصية يمنعه النظام الداخلي في المدارس ممنوع تلع أرار فيها من وزارة التربية الأرار رقم 495 كل العقاب إن كان جسدي أو يؤذي الكرام الشخصية نفسي معنوي ممنوع فلحنا لدينا أسليب أخرى ممكن نلجأ لها ممكن أن أخلي الولد يعيد الفرد الذي لم يعمل يعطينا بفتكر فكرة عامة عن كل الطرق السليمية التي يجب تتبع أنا بس بختم هالحلقة دكتور بدي أقول للمشاهدين للأهل اللي يحضرون اليوم أنه ما يخافوا يعني ما يعطلوا هم هؤل أولاد وهن عندهم هالحس بأنه إذا هالولد نأذى أو لا ومش مفروض ينسكت عن أي موضوع بمس بكرامة الولاد أو بمس بجسده بدأ أشكرك اليوم وقتنا شوي داي دكتور سكارلت صرف طعم أهلا وسهلا فيك رح ناخد بريك ونرشح